في هذا الفيديو رح نتعرف على بعض المفاهيم المغلوطة حول إدارة وتنظيم الوقت والإنتاجية بتمنى إنكم تعطوها أهمية كبيرة لأنه لما نصححها رح نشوف حياتنا بتاخد مجرى تاني في موضوع التنظيم المفهوم الأول المغلوط بيقولنا لازم يكون عندي المقدرة أني أعمل كل شي بتتوقعوا الناس مني خلينا نصحح هذا المفهوم مش ممكن أقدر أكون كل شيء لكل حدا بمعنى ما بقدر أسدد متطلبات الجميع يمكن متطلبات الآخرين ما تكون بوقت مناسب أو ممكن تكون مستحيل أقدر ألبيها في هذا الوقت بعدين ممكن هاي المتطلبات تكون فعلا مهمة بالنسبة لهدول الناس بس مش مهمة إلك مش من أولوياتك وإذا أنت حاولت تلبي كل متطلبات الآخرين رح تلاقي حالك مؤثر في تحقيق أهم الأمور اللي عليك أنت وبالتالي بيصيبك إحباط وهذا طبعا بينعكس على إنتاجيتك المفهوم الثاني المغلوط أنه الأحداث اللي خارج دائرة سيطرتي بتتحكم بحياتي تذكر أنه عندك دايما سيطرة على بعض الأمور في حياتك على الأقل وهاي السيطرة من مسؤوليتك أهم شيء أنك تعرف تفرق بين الأمور اللي بإمكانك تسيطر عليها وبين الأمور اللي ما بتقدر عليها هاي نقطة تركيزك لكن بنفس الوقت بالتخطيط السليم تقدر تتوقع أمور مستقبلية في حياتك وبتحسب حساب في خطتك للطوارئ والأمور اللي ما بتقدر تسيطر عليها دايما في حل لما منفكر ومنحسب حسبتنا صح المفهوم الثالث المغلوط بيقول أنه العمل تحت الضغط بيزيد من إنتاجيتي عشان هيك حتى لو تأخرت في بداية العمل ولحقت حالي قبل النهاية بشوي هذا الضغط بيخليني أشتغل أسرع وبالتالي أفضل لا تحشر نفسك في الوقت الضايع حتى تبدأ تتصرف بمعنى ما تستنى حتى تنزنق وتتصرف صح لأن الناس اللي بيضلوا قلقانين اللي بيحبوا يشتغلوا تحت الضغط نسبة أخطاءهم بتكون عالية جدا وبالتالي بيضطروا يعيدوا شغلهم وهذا طبعا بيسبب تضييع آخر للوقت وزيادة في التوتر اللي بيدوره بيؤدي لنتائج غير صحيحة وغير مرهوبة التخطيط والتنظيم وتأسيم العمل راح يساعدونه كتير في هاي الناحية زي ما راح نشوف لاحقا والمفهوم المغلوط الرابع بيقول أنه التخطيط بيضيع الوقت ليش ما الواحد يبدأ دغري بالعمل وما يضيع وقته وهو بيخطط للأسف كتير ناس بيعملوا هذا الشيء وبيحرموا حالهم من انتاجية سريعة وفعالة يحكى عن حطاب كان عم يبذل جهد كبير في قطع الشجرة في الغابة لكن الفأس تبعه ما كان حاد لأنه ما مضى هذا الفأس مر عليه شخص وشافه بهالحال واقترع عليه أنه يمضي فأسه فرد عليه الحطاب أنا مشغول ومش فاضي أمضي الفأس الفكرة أنه هذا الشخص كان بيضوع الوقت لأنه ما صرف الوقت في صيانة الفأس حتى يقدر يوفر وقت ويقطع خشب بصورة أفضل وأسرع التخطيط مرات بيبين أنه مضيع للوقت لكنه جزء مهم جدا وأساسي من عملية إدارة الوقت كل عمل منعمله بيحتاج مننا أنه نعرف كيف لازم نعمله متى لازم نعمله مع مين وبأي إقاع أو سرعة لازم نعمله فعشان هيك التخطيط مهم جدا بتعرفوا لو منقضي ربع ساعة في نهاية كل يوم نخطط لليوم الثاني أو حتى في بداية اليوم نفسه رح نشوف أنه إحنا اللي مسيطرين على الوضع مش الوضع هو اللي مسيطر علينا رح نحكي عن التخطيط أكثر في اللقاءات القادمة بإذن الله